النهاردة اليوم التالت والأخير لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية وشفنا مع بعض على مدار اليومين اللي فاتوا حشود المصريين اللي شاركوا في الانتخابات بشكل يفوق كل التوقعات بالتأكيد فيه تفاصيل عن هذا المشهد الانتخابي فيه تحليلات ظهرت فيه مؤشرات ظهرت فيه أرقام ظهرت ضفنا النهاردة هو الأستاذ عبد النصر أنديل خبير النظم الانتخابية والمحل السياسي حنتابع معا أهم هذه المؤشرات صباح الخير وصدر بالتأكيد هناك بعض الأشياء ظهرت بتحل الملامح المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج أهمها ودلالتها إيه؟ خليني أبدأ معاك الأول قبل أن نروح للمؤشرات الإحصائية والرقمية أنا عايز أقول أن هذه العملية الانتخابية هي واحدة من أهم العمليات التي استخدمت فيها القوى النعيمة للدولة المصرية للمواطنين المقمين في الخارج وربما تكون بداية لحالة مختلفة في كيفية الاستفادة من المصريين الذين يقتنون في عواصم ومدن الدول المختلفة في دعم الحراك الوطن وأعتقد أن هؤلاء المواطنين خلال اليومين والعشر ساعات اللي مروا من تصويته اليوم الثالث لحد دلوقتي قدموا رسالة في منتهى الأهمية لضرورة الحجد والخروج ده يتطلب مننا أولا أننا نؤكد على أن فيه جهد غير عادي لعبته الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة كان أثر هذه الأعداد الكبيرة التي نشاهدها أمام لجل اقتراع التي تؤشر لأننا رحيل لرقم غير مسبوق في مشاركة المصرين بالخارج يعني إحنا المصرين شاركوا في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة أعلىها على الإطلاق كانت العملية التصويتية لانتخابات 2014 كانت 318 ألف و30 ناخد ده إجمالي من شاركوا في العملية إمبارح في منتصف التصويت بعد 12 ساعة من تصويت اليوم الثاني كنا تجوزناها سابقا ده مهم جدا ناخد بالنا أن الجاليات المصرية بالتنسيق مع السفارات تطلع بالدور مهم جدا في تيسير الإجراءات لنقل المواطنين ووصولهم إلى لجل اقتراع خصوصا وإحنا بنتكلم على لجنة اقتراع واحدة في دولة كاملة عملوا ريكورد دي على المصر طبعا والريكورد ده لازم تشيد بالقالية اللي عملته لأن ده كمان جهد واجب على الأجهزة يعني البعض يعتقد وده نقطة لازم نوضحها للناس قيام الجاليات وقيام وزارة الهجرة وقيام وزارة الخارجية وقيام الهالوطنان الانتخابات وتيسير الطرق أمام الناخبين للزهاب إلى صندوق الاقتراع ده واجب وإذا لم يتم الوفاء به يعتبر عيب لكن العيب عشان الناس اللي بقوا واخدى بالها بس واتفر إن حضرتك تحشد موجه يعني تجيب الناس وتحدد لهم ينتخبوا منهم هذا لم يتم رصده في أي لجنة اقتراع على مستوى المية سبعة وتلاتين صفارة وكنصولية للمصرين في الخارج في مية وعشرين دولة ولم يصدر أي بيان من أي هيئة هيئة للرقابة على الانتخابات وإحنا عندنا 64 منظمة مجتمع مدني تتابع العمليات الانتخابية الآن ولا من قبل الفضائيات ووسائل الإعلام وإحنا عندنا 59 فضائية عندنا 18 جريدة عندنا 21 موقع إلكتروني عندنا 650 مراسل أجنب كل الأرقام اللي بقولها لحضرتك دي محدش منهم خرج وقال أن هناك توجيه لناخب واحد في أي سفارة للتصويت المرشح به وبالتالي ده مشهد لازم نعززه لازم نركز عليه لازم ناخد بالنا منه أنه كمان بيمهد لعملية الاقتراع في الداخل ولمؤشرات جيدة لعدالة ونزاهة وكفاءة تلك العمليات النقطة التانية أن مصريين الخارج كانوا عين جدا أنهم لا ينتخبون رئيس وأن لو الاقتراع هدفه بس أننا نعرف اسم رئيس الجمهورية كان ممكن ما يرخوش لكن المصريين في الخارج بحكم احتكاكهم بثقافات واطلاعهم على أوضاع دولية عارفين مدى المأزق والخطر الحقيقي الموجود في منطقة الشرق الأوسط والمصر في قلبه فده تصويت لتمتين وتقوية القرار الوطني في مواجهة المؤامرات والمحاولات التي تحاول أن تنال من استقلالية القرار أولا ومن حدود الدولة المصرية الثانية فاعتبروه واجب وطن مش مهمة تصويتها المصريين مش بيتعاملوا مع الانتخابات باعتبار أنها عملية دورية بتتكرر وخلاص يمكن ده شفناه في بعض الدول المقارات السفارة والخنصة على مسافات المتبعدة فمثلا نشوفنا ناس من الخبر والدمام التجهوا لي البحرين بتتكلم على 1200 كم بيقطعها الناخب ذهابا وعودة يعني 2400 كم عشان يروح لعملية تستغرق أقل من خمس دقائق إيه لي يخليه يستحمل ده إلا لو عنده شعور الوطنية وشعور الانتماء قوي أنا لما أتكلم على دولة زي روسيا أكبر دولة من حيث المساحة في العالم فيها السفارة وكنصة فقط لغين ومع ذلك الصور حضرتكم بارح أنا شفت عندكم على الشاشة صور حجد المصريين في النمسا النمسا بتمر بواحدة من أعنف العواصف الجليدية حاليا والناس وقفة والتال جي نازل عليها ومع ذلك وقفين في طابور مستنين خارج السفارة دخولهم للتصويت هل ده مجرد واحد راح يدي صوته في الانتخابات هدفه بس أنه يعلم على علامة لا هو هنا هدفه رسالة لكل الأطراف أن المصريين صفا واحدا دفاعا عن دولتهم رغبة في دعم وتقوية هذه الدولة رغبة في أن الأصوات تزيد إحنا آخر عمليات انتخابية تمت كان إجمالي عدد الناخبين اللي سينا صوتوا على مصر 24 مليون لو عملت نفس الرقم النهاردة أنا كده تراجع نسبة تصويت المصريين لأن عدد الناخبين المقادم في الجداول الانتخابية زاد حوالي 9 مليون وبالتالي النسبة قلت النسب دي جزء من قوة القرار الوطني بيبقى مبني على نسبة تصويت الناخبين لصالحك الناس بتأيدك بنسبة قد إيه عايزين نفتكر مع بعض أن مصريين الخارج خرجوا بقوة غير عادية في 2014 اللي منا نقل عليها لأنها كانت تصويت على قرارات المصريين بالخلاص من نمط حكم طائفي والذهاب إلى قرار وطني المصريين فيه على قدم المساعدة الدولة مدنية أيه فكانت تصويت هنا هدفه إثبات هذه الرسالة أننا صفاً واحداً وراء هذا النظام آه خرجنا قبل كده للتفويت في 26 يوليو لكن التصويت سنضيق الاختراع تأكيد على هذه الرسالة والتصويت ده أخرص ألسنة عديدة النهاردة المصريين نفس القصة أنت النهاردة وانت بتتكلم على أزمة زي أزمة نهر النيه والحديث على خلاف إدارة صد النهر صوتك في الصندوق ضمان لدفاعك عن حقوقك المائي الكلام على سيناء كوطن بديل لأشقائنا الفلسطينيين صوتك في صندوق الاقتراع هو تقوية لقرار الدولة برفض فكرة التهجير ودعم لهذا القرار وبالتالي الصوت هنا ما بقاش مجرد تحديد لمرش لا أصبح دفاع عن وطن عن دولة عن انتماء هذا الانتماء مهم جدا عشان كده طيب بالنظر لهذا الأمر تفكر أن أزمة زي أزمة غزة سهمت في وصول المصريين إلى صواديق التراع بشكل أكبر في الخارج سهمت في تغيير مؤشرات التصويت عنده ده كان مهم إحنا قبل 7 أكتوبر قبل 7 أكتوبر كانت الأزمة الاقتصادية هي الموجه الرئيسي لانحازات المصريين في التصويت صحيح وكان المصريين بيتكلموا وإحنا بحكم أننا مركز بحثي عندنا واحدة لاستشعار الحراك والرأي الشعبي كنا شايفين الناس كلها بتتكلم هو المرشح اللي داخل هيعمل لنا يعشان يحللنا أزمة الأسعار من يوم 7 أكتوبر بقى كلام المصريين هو مين اللي يقدر يدافع عن حدود هذه الدولة مين اللي يقدر يضمن أن تبقى هذه الدولة داعمة لأشقائها قادرة على وقف المجازل التي تتم ضد الفلسطيني وأعتقد أن المصريين شافوا سياسات على الأرض يعني لما نيجي نتكلم إحنا عندنا أربع مرشحين المرشح عبدالفتاح السيسي مرشح مستقل وهو رئيس الجمهورية الحالي وتلاتة من رؤساء العزائي تخيالي أن المرشح عبدالفتاح السيسي هو المرشح الوحيد اللي ما قامش بأي نشاط انتخابي بنفسه المرشحين التلاتة الآخرين مارسوا أنشطة انتخابية هو الوحيد لأن كان عنده هم المنصب أنه بيشتغل كرئيس جمهورية فبدأت سياساته عند المصريين تتحول إلى شكل من أشكال تقييم قرارهم أحنا في نقطة معينة لكن أنا هنا بتكلم على المؤشر في نقطة كان حريصة كل الحرص احنا شفناها وتبعناها أن هناك فصل تام كان عند الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عن فصل مهامه كرئيس الجمهورية لكن خذ بالك لما نيجي يخيمه عن برنامج الانتخاب لما نيجي نقيم ده بمعطيات إدارة الحملة الانتخابية هذا المرشح ظلم مش حصل على امتياز لأنه منع بشخصي أن يمارس دعاية لذاته طيب أنا بتكلم هنا عن الدولة المصرية لعندما تعاملت مع أزمة غزة هل ده كان مؤشر أو كان حافز للمصريين يعطريك التعامل لإدارة المصرية مع هذه الأزمة الطريقة التي تعاملت بها السلطة المصرية مع هذه الأزمة ما كانتش جديدة عليه لكنها المرة دي كانت الأكثر وضحة يعني لما نيجي نفتكر إحنا في سنة 2013 ضغط على مصر بشكل قوي علشان خاطر تدخل المستنقع السوري ورفضت الدولة المصرية في 2014 مع الرئيس عبدالفتح السيسي السقوط في هذا المستنقع بعدها ضغط علينا عشان نروح للمستنقع اليمني ورفضت مصر تحرير قواتها لليمني دماء أشقائنا الأقباط التي سالت في سرط في ليبيا كانت محاولة لجذب مصر أيضا للمستنقع فمصر أصبع قدت رسالة للعالم أننا جيش غير قابل للبيع أو للشراء أننا جيش لا يحارب بالوكالة عن أحد النقطة التانية أن ثوابت الدولة المصرية في الدفاع عن أشقائها ثوابت واضحة ولا يمكن المزايد عليها ويمكن لما أجأ أقول لك يعني إحنا عندنا وحدك لرصد حركة المعونات فيما يتعلق مصر مقدمة لوحدها مساعدات تتجاوز 66% من إجمال المساعدات التي تقدمها العالم بأكمله لصالح الأشقاء في غزة مصر فتحت المعبر بشكل كامل من جانبها علشان دخول المساعدات أو خروج الأشقاء الراغبين في القروج وقدمت امتيازات كبيرة جدا للعالقين الموجودين داخل الدولة المصرية لحد النهاردة لوحدها تبعت آخر بيان من الخارجات المصرية مع الهدنة الأولى أعلنت مصر أن العالقين إذا رغبوا في الخروج يتفضلوا إذا أرادوا الاستمرار في مصر كل التعسيرات ستستمر لصالح دي كانت قدت للمصريين خلت المصريين واغنين بالهم قوي أن منصب رئيس الجمهورية مؤثر بشدة في هذه الأزمات التفاول والضغط والحديث كان بأكمله مع مؤسسة الرئاسة وبالتالي لو مؤسسة الرئاسة ضعيفة أو تعاني من ضعف شعبية كان يمكن إجبرها على تقديم تنازلات للقبول بأشياء لا يمكن القبول بها لكن لأنها مؤسسة تحظى بتأييد وعايزك تفتكر أن جزء من التأييد اللي حاضد به هذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة وطنية كان بعد المستشار الألماني وكان موجوده المؤتمر الصحفي الذي قيلت فيه جملة لو طلبت من المصريين أنهم يقولوا رأيهم هيخرجوا بالملايين في يوم 4 نوفمبر خرج المصريين فعلا بالملايين وقالوا أنهم ضد أي سيناريو ينال من حقوق أشقاءنا الفلسطينيين أو يحاول حل هذه القضية على حساب الدولة المصرية ده كله خلق ده كان بنسميها رفعات وعي يعني النهاردة حتى طلاب الجامعات وطلاب المدارس بقى عندهم وعي بالأحداث السياسية بقوا راصدين اللي بيحصل في فلسطين بقوا شركاء في حملات المقاطعة اللي المصريين أعلنوا كل ده مس الجزء من عملية الضغط في اتجاه تصوت معاني يعني أنا صوتي في الانتخابات صوتي أنا الشخص برغم أن أنا يعني دي شغليتي مقالي فوق التلاتين سنة أنا بنتي ليلى ما يعني لهاش صوت انتخابي هي المحددة اللي أنا هنتخب بوعيها بالمخاطر اللي احنا لسه منقول عليها فاحنا كسبنا من فئة جديدة ما كانتش مهتمة بالمتابعة يمكن نكون اكتسبناها بعد الأحداث الأخيرة المرأة كانت بتلعب دول طبعا المرأة هي القاطرة اللي بترفع معدلات الحراك الوطني على فكرة في آخر عشر سنين ودينه أنا شايف أن في منافس قوي اللي هو جيل الشباب اللي حضريك بتقول عليه عليه احنا كسبنا جيل صغير في السن لم يشهد زي وزي حضرتك أي عملية قتالية دفاعا عن الدولة المصرية في حياته ما كانوش عارفين القضية أصلا ما كانوش فاهمينها فهموها بقوا طرف معنا بقوا مشاركين بقوا راغبين في المشاركة بقوا يسألوا يا تقصوا الموضوع بدأ إزاي انت عارف احنا عندنا في حملات التوعية بضرورة المشاركة في عندنا حاجة اسمها الكينات الشبابية احنا عندنا 63 كيان شبابي بيتحركوا على الأرض في الجامعات وفي المدارس وفي أوساط الشباب لتحفيز المشاركة انت عارف احنا كان عندنا كام كيان شبابي في انتخابات 2018 ثلاثة 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 النهاردة تلاتة وستين في انتخابات 2014 ما كانش عندنا ولا كيان شبابي بيشتهل على التوعية النهاردة عندك 63 كيان بديعملوا مؤهرة يعني زدنا 60 كيان طبعا ودول بيكلموا بعض مش بيكلمون احنا ده ميزة مهمة جدا لازم لازم نشيد بهذا الحراك ونعززه لازم الجيل ده وطبعا الجيل ده كمان جزء من الموضوع ان احنا كان عندنا الدولة اهتمت بالشباب بشكل كبير يعني لما نيجي نتكلم ان احنا عندنا طمع مؤتمرات للشباب الجرع عندنا اكاديمية للتدريب ولي رفع كفاءة عندنا عام للشباب عندك مساعدين للوزراء وعندك مساعدين للمحافظين الجيل ده كله صارع معنا عشان كده السنة دي انا رأي اننا محتاجين ناخد بالنا قوي من المشاهد التاريخية اللي هنشوفها زي ما شفناها في الخارج ومنشوفها لحد اللي احنا متكلم فيها نستناها كمان في انتخابات الداخل فده جزء مهم جدا في المشاهد اللي احنا ممتظم سعدنا بجودك معانا الاساس عبد الناصر انديل خبير النظم الانتخابية والمحل السياسي شكرا لجودك معنا شكرا جزيلا لحضرتك